أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه السلسلة المخصصة لمنهجية الاستعداد الامتحان الجيو والموحد في مادتي التاريخ والجغرافية للسنة أولى باكالوريا دورة 2022 لفائدة المترشحين الرسميين والأحرار الحصة السادسة والعشرون سنخصصها لوصف وضعية الميزان التجاري إذن ما هي الخطوات المنهجية المتبعة في عملية وصف وضعية الميزان التجاري أولا نحدد طبيعة الظاهرة المدروسة من خلال قراءة عنوان الجدول أو الميبيان أو كلاهما معا ألي تعلق الامر مثلا بظاهرة جغرافية طبيعية أم بشرية أم اقتصادية إذن في هذه الحالة طبعا وضعية الميزان التجاري يكتبقى يعني ظاهرة اقتصادية بالأسس ثم بعد ذلك نضبط المجال الجغرافي المدروس من خلال قراءة عنوان الجدول أو الميبيان أو كلاهما معا قد يتعلق الامر مثلا ببلد واحد أو مجموعة بلدان يعني مجموعة قوى اقتصادية ثم نحدد الفترة الزامنية المدروسة الظاهرة هي ثابتة أم متطورة يعني ثابتة بمعنى وضعية الميزان التجاري في سنة واحدة أم تطور وضعية الميزان التجاري ثم نحدد طبيعة الوصف المطلوب هل المطلوب هو النصفة تطور الظاهرة أم وثيرة تطورها أم النصفة وضعية الظاهرة أو توزيعها بالنسبة للخطوة الموالية هي ضبط وحدات القياس أو المتغيرات تقدر تكون يعني المتغيرات مطلقة أو نسبية ثم كذلك يعني المعطيات تقدر تكون نوعية اسمية أم ترتيبية بعد ذلك نحاول يعني قراءة المعطيات بطريقة جيدة ونمحص هذه المعطيات وندقيقها بهدف إبراز صفات الظاهرة النوعية وكذلك الكمية ثم نستخرج خصائصها من حيث الكم أو الحجم أو النسبة أو القيمة وغيرها بعد ذلك نتوصل إلى وصف وضعية الميزان التجاري هل الميزان التجاري لهذا البلد أو لهذه البلدان يعرفوا عجزا بمعنى سلبي أم فائضا بمعنى إيجابي طبعا وضعية العجز بمعنى أن قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات والعكس صحيح بالنسبة للفائض إذن فالفائض بمعنى قيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات ثم نأتي إلى العملية الأخيرة وهي الربط بين العناصر أو التركيب نمر بعدها إلى المثال التطبيقي الذي أقترح عليكم إذن الوثيقة الأولى عنوانها أو موضوعها وضعية الميزان التجاري في بعض القوى الاقتصادية العالمية سنة 2020 بمليار دولار إذن لدينا خانة القوى الاقتصادية كمعطان نوعي إسمي ثم قيمة الميزان التجاري بمليار دولار إذن بالنسبة للقوى الاقتصادية هي لولاية المتحدة الأمريكية ثم الصين ألمانيا فالمملكة المتحدة إذن بالنسبة لولاية المتحدة الأمريكية بلغ ميزان التجاري سنة 2020 ناقص 651 مليار دولار الصين 366 مليار دولار ألمانيا 220 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 3.6 مليار دولار المصدر إذن صيغة السؤال المطلوب هو انطلاقا من الوثيقة الأولى صف أو صفي وضعية الميزان التجاري للقوى الاقتصادية الممثلة إذن برجوعنا إلى الجدول يتضح لنا أن هناك تباينا وتفاوتا في وضعية الميزان التجاري للقوى الاقتصادية الأربع فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية ميزانه التجاري سلبي ناقص 651 مليار دولار بمعنى عجز كبير بالمقابل فالصين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ميزانه التجاري إيجابي بمعنى آخر فائد لكن هذا الفائد يبقى متفاوتا بين هذه البلدان أو هذه القوى فالصين بلغ ميزانه التجاري ما قيمته 366 مليار دولار ألمانيا 220 مليار دولار والمملكة المتحدة حوالي 3.6 مليار دولار إذن الجواب سيكون بهذه الصيغة أو ما يفيدها إذن نلاحظ من خلال تفحص معطاية الجدول تفاوتا في وضعية الميزان التجاري للقوى الاقتصادية الأربع وذلك سنة 2020 إذن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت عجزا كبيرا بالمقابل فالصين سجلت فائدا هاما قيمته 370 مليار دولار عكس الولايات المتحدة الأمريكية ناقص 651 مليار دولار كما حققت ألمانيا بدورها فائدا قيمته 220 مليار دولار وكذلك الأمر بالنسبة للمملكة المتحدة التي سجلت فائدا قيمته 3.6 مليار دولار إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة تمنى أن تكون حصة مفيدة وما تعافي الآن نفسه ونوفق في تبليغ المضامنة وعناصة الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي أسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها لي في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته